بالفعل هذا التصريح كان قد تكرر عدة مرات على الأقل من وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا هذه المرة كان بخصوص اسطنبول تحديدا وفي وقت سابق كان بخصوص أن السلطات التركية باتت تسيطر على انتشار المرض في عموم البلاد بهذه التصريحات الرسمية الجانب الرسمي يريد أن يعطي شعورا للمواطنين الأتراك بأن الأمور باتت تحت السيطرة وبأن الحياة الطبيعية ستعود قريبا جدا إذا ما تم الالتزام بالإجراءات المتخذة أو التي تم إقرارها من الجانب الرسمي التركي على الدوام هو الجانب الرسمي يربط بين الالتزام بالإجراءات من جهة وبين التقدم الذي قد يحصل في محاربة فيروس كورونا وانتشاره في عموم البلاد من جهة ثانية وبحسب المعلومات الرسمية بتأكيد مدينة اسطنبول هي المدينة التي تشهد أعلى عدد الوفيات بالمرض بفيروس كورونا وأعلى عدد الإصابات بالإضافة إلى أعلى نسب الانتشار في عموم الولاية وهي المدينة الأكبر في تركيا وأكثرها الزحاما وبالتالي الأنظار كلها تتجه إلى مدينة اسطنبول وإذا تمت السيطرة فعلا على الفيروس بمدينة اسطنبول فإنه من الممكن أن تكون هناك سيطرة عليه في عموم البلاد ولكن الجانب الآخر وهو المعارضة التركية تنتقد هذه الإجراءات والتصريحات وتقول إن الجانب الرسمي ربما يتلاعب بالأرقام والتصريحات وإنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتقول إن الجانب الرسمي يفضل بحسب ما تقول المعارضة على الأقل يفضل أن تعود الحياة الاقتصادية بشكل سريع جدا وإن كان ذلك على حساب المواطنين أو حياتهم أو صحتهم كما تقول المعارضة السياسية هنا في البلاد إذن الله مصرحات